اشتركوا في القناة الالعاب الأولمبية الموازية التي احتضرتها العاصمة اليابانية توكيو ويرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي الجديد إلى فاتح أكتوبر المقبل ومن العيون وسيدي إفلي نرصد لتواصل الحملة الوطنية للتلقيح الخاصة بالفئة العمرية من 12 سنة إلى 17 سنة أهلا بكم بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنية إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الخماسية للمكوفين إثر فوزه بالميدالية النحاسية ضمن دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي احتضنتها العاصمة اليابانية توكيو وهرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانيه الحار لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين وأشهد جلالته بهذه المناسبة بلا دائل متميز للاعبين الذين أبانوا عن روح وطنية وتنافسية عالية وكذا بجهود كل من ساهم في تحقيق هذا التألق البارز البارا أولمبي المستحق والذي يحذون أمل كبير في أن يشكل حافزا قويا لكم ولمختلف المنتخبات الوطنية لبدل المزيد من الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية المغرب عاليا في المنافسات الدولية وأعرب جلالة الملك أيضا عن متمنياته لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية للمكفوفين بموصول التوفيق والتألق مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقيات تهنئة إلى الأبطال المغاربة المتألقين الذين فازوا يومي السبت والأحد بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي احتضنتها العاصمة اليابانية توكيو أعرب جلالة الملك في برقياته عن أحر تهانئه لكل من الأبطال الأولمبيين أيوب سادني لفوزه بالميدالية الذهبية لسباق أربعمائة فائز بالميدالية الذهبية لمسابقة الماراتون محطما في الوقت نفسه الرقم القياسي البراء أولمبي وأشد صاحب الجلالة بكل اعتزاز بما أبان عنه هؤلاء الأبطال من روح تنافسية عالية للظفر بكل جدارة واستحقاق بهذه الميداليات التي أسهمت في تعزيز الرصيد الرياضي الوطني الأولمبي المشرف واثقا أن هذا التتويج سيزيدهم إصرارا وتحدى ورضاه وبفضل تدخل صاحب الجلال الملك محمد السادس سمكنت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم من العودة سالمة إلى أرض الوطن صباح اليوم بعد معاناة جراء الوضع المضطرب بغينيا والذي حال دون إجراء مباراة غينيا والمغرب برسم إقصائيات كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين لنتابع التصريحات التالية لأفراد بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم وفي التصريحات التالية أمس كان يوما استثنائيا فعند استيقادنا سمعنا طلقات نارية وقتها انتابنا الخوف من المجهول الذي ينتظرنا وطرحنا السؤال هل سنجري المقابلة أم لا وبعد انتظار وترقب ممزوجين بالتوجس أجل اللقاء نظرا للظروف الصعبة التي تمر منها غينيا الحمد لله فقد تمكننا من الرجوع للمغرب سالمين والفضل في ذلك يعود لجلالة الملك محمد السادس الذي سهر شخصيا على ضمان عودتنا سريحا فباسم كل مكونات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نتقدم بالشكر والعرفان لجلالة الملك نحن 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 نشعر من هذا الملك وعندما نشكر من كل مجهور الحمد لله نحن نشكر الكثير من المجهور لنساعد الحمد لله لنشكرنا على خير وخير وعندما نشكر الكثير من المجهور شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يوما بعد يوم يكتشف العالم الوجه الإرهابي لميليشيات الفوريساريو فبعد التهديدات المتكررة التي تلقاها الكاتب الإسباني بيدرو ألتاميرانو والناطق الرسمي للمجموعة الدولية لدعم السلام وإعادة توحيد السحراويين تتلقى سيدة عضوة بهذه المجموعة تهديدات بأسلوب دني ووضيع يذكر بأساليب المافيا ويتهجمون عليها هي خارجة من المستشفى الذي كانت ترقد به لتلقي العلاجات لنتابع شهادة الكاتب الإسباني بهذا الخصوص كأعضاء المجموعة الدولية لدعم السلام وإعادة توحيد السحراويين تعودنا على التهديدات المستمرة للبوليساريو ففلسفتهم تقوم على الإرهاب والتهديد والتخويف ونحن متعودون على ذلك لأننا عملنا في أماكن عديدة من أجل السلام الذي لم نكن نتوقعه أبدا هو هذه الدناءة والوضاعة واللا إنسانية من طرف البوليساريو فقد ذهبوا لحد المس بزميلة لنا والتي هي الآن في وضعية صحية حرجة وعند خروجها من المستشفى الذي كانت تتلقى فيه العلاجات حيث تابعوها إلى السيارة التي تحملها وبدأوا بركلها وسبها وشتمها ولم يكتفوا بهذا بل عندما وصلت إلى بيتها تلقت مكالمات عديدة من أرقام مجهولة تهددها وألقوا من تحت بابها رسالة تهديد مباشرة وهددوها بالشكل الذي تعود عليه الإرهابيون وعصابات المافيا كل هذا هو الآن بين يدي العدالة وتشرف عليه فرق الأمن والجهات القضائية التي تتكلف بهذا النوع من قضايا الإرهاب ونرجو أن تتوصل التحريات الجارية الآن إلى المسؤولين عن هذه الأفعال الإجرامية المسؤولين المباشرين وغير المباشرين أتباع البوليساريو حتى يقفوا جميعا أمام العدالة وفي مستجدات الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 1923 إصابة جديدة بكوفيد-19 و4818 حالة شفاء و72 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشر اليومية لنتائج الكوفيد-19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرع الأولى من اللقاح بلغت 16 مليون و339 ألف وخمسة وثلاثين شخص فيما بلغ عدد الملقاحين بالجرع الثانية 15 مليون و781 ألف و489 شخص وتتوزع حالة الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 12 حالة بجهة العيون الساقي الحمراء و12 حالة بجهة جريمي موادنون و19 حالة بجهة الداخل ووادي الذهب إلى ذلك أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأثنين أنه تقرر إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر من سنة 2021 تقرير في الموضوع لنجية بوشالكة أوضحت الوزارة في بلغ لها أن هذا الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية مما سيمكن من توفير الظروف المواتية لاعتماد نماط التعليم الحضوري بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربية تكوين المهني ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافئ الفرص ويأتي هذا القرار آخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة وباء كوفيد 19 وتعزيز المنح التنازلي لحالات الإصابة المسجلة والسير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح الفئات العمرية ما بين 12 و 17 سنة و 18 سنة فما فوق بشكل خاص وكذا الهدف الرامي إلى تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من الاستفادة من هذه العملية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية كما يأتي القرار آخذا بعين الاعتبار الحرص على حماية صحة وسلامة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتدي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية وضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين وبهذه المناسبة يضيف المصدر دعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى انخراط المكثف في العملية الوطنية للتلقيح ومواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها السلطات المختصة من أجل تسريع وثيرة العودة إلى الحياة الطبيعية التي يمكن معها الانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف احتيادية والحملة الوطنية للتلقيح المتمدرسين من الفئة العمرية 12 سنة 17 سنة متواصلة بكافة ربوع المملكة وذلك من أجل ضمار دخول دراسي آمن في أفق تحقيق المناعة الجماعية الربرتاج من مدينة العيون مع محمد لمي القارح والمختار خي هنا بأحد مراكز التلقيح تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 حيث انخرط الأطفال البالغين ما بين 12 و17 سنة في هذه الحملة وهو ما من شأنه ضمان ظروف آمنة لانطلاق المنسم الدراسي المقبل عملية تلقيح الأطفال المتمدرسين هي عملية مشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين هذا الأمر مزيانة الحمد لله نتمنا جميع التعلمين دي جي ولقحوا باش نقدروا أن نتمكنوا أننا نقرحوا دوري كيف ما العادة نحن اليوم جينا باش نقحوا ولداتنا من أجل دخول مدرسي ناجح ويستفدوا ولداتنا من التعليم الحضوري في المؤسسات التربوية وكانت عملية ديال التلقيح دست في ظروف جيدة وسلسة للغاية كانت العملية منظمة والحمد لله دست الأمور في أحسن الأحوال عملية التلقيح تتواصل في ظروف عادية وسلسة وبشكل منظم حيث حرصت الدوائر المعنية على توفير مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان نجاح هذه الحملة منذ طرق عملية تلقيح يوم 31 غش تم استهداف ما مجموعه 1200 تلميذ موزعين على أربعة مركز وهي ابن بطوطة والساقية الحمراء ومحمد الخامس والمصلى وذلك في أفق استهداف ما مجموعه 25 ألف تلميذ على صعيد المدرية الإقليمية بأهل العيون وفي هذا الصدد نهيب جميع الأسر الإسراع بتلقيح أبنائهم في أقرب المراكز وذلك من أجل دخول مدرسي آمن وتبقى الدعوة مفتوحة للمشاركة بشكل مكثف في هذه الحملة الوطنية بوصفها خطوة مهمة لتسريع تحقيق المناعة الجماعية من أجل عودة الحياة إلى مصارها الطبيعي الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 الخاصة بالفئة العمرية ما بين 12 و17 سنة تعرف تفاعلا كبيرا من طرف هذه الفئة العمر يسعيا للمساهمة في بلوغ المناعة الجماعية أجواء هذه الحملة نرصدها من سيدي إيفني في متابعة حافظ محضار والمحجوب كزيزة هذا أحد مراكز تلقيح المحدثة على مستوى إقليم سيدي إيفني المخصصة لاستقبال متمدرسات ومتمدرس التعليم العمومي والخصوص بالإقليم المتراوح عمرهما بين 12 و17 سنة والذين تستهدفهم حملة التلقيح الوطنية ضد وباء كورونا مركز يصابق الزمن لتقديم خدمة اللقاحات لهذه الفئة من التلميذات والتلاميذ الذين يتأهبون للدخول الدراسي الحالية إقبال متنامي تشهده مراكز الإقليمة التي سيكون عليها تطعيم 9400 من المتعلمين ضمانا لانطلاقة آمنة للموسم الدراسي الجديد ما يضمن الحماية لهؤلاء التلميذ ومحيطهم الأسري والدراسية وهو ما يفسر تفاعل الأبناء والأباء مع هذه الحملة الوطنية غير المسبوقة إذن كده تلقيح؟ اليوم ما جتنا نتلقيح الجرع الأولى والحمد لله دا سيكون شيء بخير وكان نوجه تحية للتلاميذ باش يجيبوا يلقحوا حي تلقيح عادمة في والو اثنين ناصحة لك توجه الأباء؟ نوجه أسميته الأباء يجيبوا أولادهم باش يلقحوا هذا تلقيح مهمة وإحنا لاستقبلها سيقبلونا من ناس مزيانين نسميته ورحمة كان يستقبل بخير وعلى خير والحمد لله بغينا نلقحوا دلالهم اللي بغي يجيبوا يتلقيحوا حي قد دلاله يجيبوا باش نطلق عملية دلالة إن شاء الله شكرا إذن يحضر معي سيد عبد العاطي الأصفر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تقليمين ودنون سيد المدير يعني إقبال كبير كيشهدوا هذا المركز على غرار باقي المراكز ديال الجهة أذن يأكد الوعي ديال جميع المكونات ديالة المنظومة بأهمية التلقيح بالحماية من هذه الجائحة فعلا شكرا لكم هذا ما لاحظناه اليوم هو يعكس الحجم الوعي لدى الآباء والأمهات وأولياء مرتمدات والتلاميذ في العمرية 12-17 سنة بأهمية التلقيح في الحفاظ على صحة وسلامة فلذات أكبادهم وأيضا في حماية صحة وسلامة المحيط المدرسي والأسري والمجتمعي بصفة عامة ما لاحظناه اليوم هناك إقبال على مستوى هذا المركز الذي تحتضنه مديرية سيدي إفني الحال نفسه ينسحب على باقي المراكز التي هي متوفرة الآن بمديرية الجهة الأربعة فهناك إقبال كبير خلال هذا اليوم وفي حقيقة هذه العملية ستكون بكل تأكيد ناجحة وسيكون لها الأثر الإيجابي من أجل ضمان الصحة وسلامة الوسط المدرسي من تلميذات والتلاميذ وإداريين وكل العاملين في القطاع وكذلك المجتمع بصفة عامة وطبع الحال من شأنه أن يؤدي إلى ضمان دخول مدرسي آمن وصرور دراسية جيدة نعم شكرا سيدي المدير إذن وجب التذكير أن هذه الحملة الخاصة بهذه الفئة تعتمد لقاحي سينوفارم وفايزر الذين ثبتت فعاليتهما ضد هذه الجائحة العالمية حملة ستمكن من تطعيم كل هذه الفئة في انتظار عودة الحياة إلى إيقاعها العادي في السياقية ذاتها أعلنت المجموعة الصينية سينوفارم عن تطوير سلسلة من اللقاحات الجديدة المضادة لمتغيرات فيروس كورونا ومعلوم أن المغرب اعتمد لقاح سينوفارم منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية سعيا لتحقيق المناعة الجماعية تقرير في الموضوع لعيات السرط سينوفارم اللقاح المعتمد ببلادنا منذ بداية حملة التلقيح واخر شهر يناير من هذه السنة وسعيا لتحقيق المناعة الجماعية توصل المغرب بشحنات عديدة من اللقاح الصيني ونجح في تطعيم أزيد من 19 مليون شخص السواد الأعظم منهم أخذ جرعتين من لقاح سينوفارم ولأن السيادة الصحية أولوية وطنية فقد أثمرت الشراكة المغربية الصينية مشروعا لإنتاج لقاح سينوفارم مشروع ترأس صاحب الجلالة حفلة توقيع عليه وتسعى مجموعة سينوفارم الصينية إلى التصدي لمتغيرات فيروس كورونا حيث أعلنت عن تطوير أربع لقاحات تعتمد تقنيات عديدة التعطيل والتركيب الجيني وتقنية الحمض النووي الريبي واللقاحات ستدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية مجموعة سينوفارم أكدت أن واحدا من هذه اللقاحات فعال ضد متغير ديلتا وأضفت أنها ستواصل توسيع إنتاجها ليتجاوز خمس مليارات من الجرعات سنويا في موضوع آخر وبملحقة عمالة إقليم أوسرد بالداخل ترأس عامل وإقليم أوسرد بحضور السلطات المحلية للإقليم ورؤساء مكاتب التصويت بالإقليم متعلق بالتحضير للعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات الترابية يوم الثامن من شتنبر الجاري وتم خلال هذا الاجتماع الحث على إلزامية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد 19 وعلى ضرورة تطبيق الصارم للقانون لإنجاح هذه المحطة الديمقراطية الهامة ومع بداية العكس لاقتراع الثامن من شتنبر تعلق الهيئة الناخبة لا مال على هذا الموعد الديمقراطي الذي يعول عليه أو يعول عليه لإفراز نخبة قادرة على تحقيق الانتظارات وتطلعات الساكنة من الطنطان روبرتاج حفظ محضار عياد السرسي عبد الرحيم حاش استحقاقت الثامن من شتنبر حذة استثناء بكل المقيس يضع الناخبة أبا مسؤولية تقائما يتوسم فيه حسن الأداء والتدبير الأمثل للقضايا والانشغالات الجوهرية التي تستأثر باهتمام المواطنين مواطنون يتطلعون إلى اختيار نخب قادرة على التناغم مع حجم ومستويات الانتظارات والمطالب التنموية مجموعة هذه الاهتمامات التي انتظروا الشباب يتطرفوا عليها من بعد انتخابات 2021 مدينة طانطان كانت تزخر بمجموعة الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية خلق فلس الشغل ايضا الاهتمام بالمجال البيئي الاهتمام بالمجال التقافي وايضا الاهتمام بالمجال التنموي والأكيد أننا كنت منه الذي سيكون في منصب المسؤولية أنه يتطرف على هذه القضايا نحن أريد أن هذا المترسيح نجداد إن شاء الله نحن أريد أن يشاهدوننا في إقليم وشوفوا مجد السياحة والسيد البحري والطرق ويأسف أن يفودون هذه المدينات وإن شاء الله لي في الخير شاء الله نطلب الله عز وجل وفقد جميع اقتراع يعزز الصرح الديمقراطي بالبلاد ويحسم في هوية المنتخبين الذين سيطلعون بمهام تمثيلية وترافعية عن قضايا التنمية خاصة حسن توظيف الموارد والمقدرات والمؤهلات المتاحة وجعلها في خدمة التنمية المنشودة انتظاراتنا من المنتخبين بمدينة طنطان هو التحفظ بشي جيوناسي ستتمروا بالمدينة ويكون عندها كذلك سياحة لأنه عندها نقطة سياحية مهمة كذلك التفاة الصيد البحري والناس دي الصيد البحري وأكيد إن شاء الله بإذن الله إلا كانوا هذه النقطة أكيد غد يخدم الشاب موعد وطني استثنائي وبامتياز لاختيار النخب التي ترى فيها الهيئة الناخبة محركا لعجلة التنمية والتي تنشدها الساكنة أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب يشهد عدد من عملاتي وأقاليم المملكة موجة حر ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظى بورتقالي أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة علية تتراوح ما بين 42 و45 درجة من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة المقبل بكل من أوسرد السزاكس مارا قليميم مؤد الذهب وطاطا وزاقورة وطنطان وتارودانت جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير لمحمد المصطفى خي نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدين الثلاثة من يومية الأحداث المغربية وكتبت تتواصل تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية الإيجابية حول مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية وقال رئيس الحكومة الإسبانية نظر في اليوم مواتية لإعادة بناء العلاقة مع الرباط وأشر سونشيز إلى أن الحكومة الإسبانية لديها فرصة استثنائية لإعادة تحديد العلاقات الثنائية مع المغرب واصفا إياه بالشركة الاستراتيجية وذكرت الأحداث المغربية في باقي تفاصيل الخبر أن قبل أيام تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سونشيز للرباط لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس جيدة الصحيفة بيان اليوم كتبت في عدد الصادر يوم غدين الثلاثة عرف المغرب منذ الاستقلال الممارسات والتجارب انتخابية مختلفة متنوعة وصولا إلى استحقاق الثامن من سبتمبر الجارية وفي جرد تاريخي لأهم المراحل التاريخية في المصاري المغربي المتدرج والواثق نحو إرصاء ديمقراطية برلمانية الخامس من نوفمبر الفاني واحد عشر جرى تنظيم أول انتخابات تشريعية في إطالي الدستور الجديدة والتاسع انتخابات تشريعية في تاريخ المغرب المستقلة وعدد مقاعد مجلس نواب ثلاثمائة وخمسة وتسعين مقعدا تم انتخاب ثلاثمائة وخمسة منها عبر قوائم حزبية في اثنين وتسعين الدائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة وانتخاب تسعين مقعدا إضافيا من لائحة وطنية ثلثاها مخصصة للنساء والثلث البقي محفوظ لرجال الشباب دون أربعين سنة وفي يوم الأربعاء الثامن من ستنبر الفاني وواحد وعشرين سيكون تاريخ الاقتراع الثالث للانتخابات في ظل الدستوري الجديد للمملكة الصحيفة أنفاس بريس الإلكترونية كتبت على همش أجواء الانتخابات التي يشهدها المغرب حاليا نشر محمد سالم عبد الفتاح تدوينة يقرأ فيها دلالات هذه الانتخابات في الأقالم الجنوبية وقارن بين المغربي وبين الوضع الديناصوري بتندوف أنفاس بريس كتبت على أنصار البوليساريو أن ينظروا إلى أنفسهم وتنظيمهم في المرآة قليلا وأن يخجلوا من أنفسهم قبل أن يتجرأوا على توجيه انتقاداتهم المتحاملة على النخب الصحراوية المشاركة في الانتخابات المغربية وجاء في التدوينة لا مجال للمقارنة مع سياق تجربة البوليساريو التي تصادر كل الحقوق المدنية والسياسية ولا تسمح حتى بمجرد تأسيس التجمعات السياسية أو الانتظام في غير تنظيم الجبهة وختم صاحب التدوينة أنه النهاية يبقى الفرق كبيرا بين الدولة توفر ضمانات دستورية وبين تظيم سلطاليني يصادر كافة الحقوق ولا يعتمد على غير العصبيات القبلية لضمان استمرار قيادته التي لا تزال جاثمة على صدور الصحراويين في تندوف منذ قرابة النصف قرن من الزمن ومن يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادر يوم غد الثلاثاء وكتبت سجلت الموانئ التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ أداءا جيدا خلال سنة 2020 على الرغم من الأزمة الصحية العالمية وفقا لتقرير مرصد تنافسية الموانئ المغربية حول الأداء المنائي في 2020 وأوضح التقرير أنه على الرغم من الأزمة الصحية العالمية فقد تم تسجيل أداء جيد في عام 2020 على مستوى الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ لا سيما من حيث تحسين مؤشرات المناولة ومعالجة مرور البضائع الرئيسي عبر الموانئ وحسن تدوير مكوث السفن في الموانئ واستمرار أشغال إزالة الطابع المادية وتبسيط إجراءة عبور الموانئ من خلال الشباك الوحيدة وتعد هذه النتيجة ثمرة تطابق رؤى وتذافر جهود جميع الفاعلين في منظومة الموانئ ومواصلة لسياسة المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية للموانئ واعتماد استراتيجية التحول الرقمي للموانئ سمارت بورت من خلال مرصد تنفسي للموانئ المغربية والشباك الوحيدة التجارة الخارجية بورت نيت والحلول الرقمية الأخرى للوكالة الوطنية للموانئ انتقال إلى عفو الله تعالى المرحوم نافع والبلعيد عن عمر يناهز 80 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أصبوية وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم وفريطيس عيشة منت سالم عن عمر يناهز 88 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة ايت بعمران وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم وخربوش مبيريكة منت محمد عن عمر يناهز 72 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة ايت بعمران ايتلي تغمض الله الجامعة بواسع رحمته واسكنهم فزيح جناتها وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون نصل الآن إلى الورقة اليومي الخاصة بأحوال التقصي اليومي غد إن شاء الله والتي تشير إلى أن الأجواء عموما ستكون صحوى درجات الحرارة نستهلها من مدينة الرباط 30 درجة 24 درجة 37 قليميم 46 آسة 45 زاك 27 طنطان 26 طرفاية 42 سمارة 34 ليون 39 بكرا 27 درجة بوجدورة 45 درجة بقلتة زمور 46 بيوم دريقة 44 درجة بيوسر 28 درجة بالداخلة 29 درجة بالقويرة حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان لها إجعل العمومة شروق الشمس غدن إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 37 دقيقة أما الغروف وسيكون على الساعة الثامنة وثلاث دقائق درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 35 درجة بنواق شوط طنواذي بـ 41 زبارات 45 واتندوف 44 درجة النشرة تهت وهذا التذكير اللي أهم ما جاء فيها تابعنا ضمن نشرتنا للليلة جلالة المريكيوهاني وعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية المكفوفين والأبطال المغاربة المتألقين في دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي احترنتها العاصمة اليابانية توكيو ويرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي الجديد إلى فاتح أكتوبر المقبل ومن العيون وسيدي إيفني نرصد لتواصل الحملة الوطنية للتلقيح الخاصة بالفئة العمرية 12 و17 سنة التقميين الصحفي والتقني في هذه النشرة يشكركم على حسن المتابعة ويتمنى لكم بداية أسبوع موفقة وفاما لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر